والآن إلى سيدني أستراليا حيث فازت السيدة السبعينية عبلة قادوس بجائسة أفضل مواطنة أسترالية عن فئة كبار السن عن دورها في دعم النساء المسلمات في أستراليا على مدار أكثر من 35 عاماً أي أكثر من نصف عمرها عبلة قادوس ترأس الجمعية الإسلامية لرعاية المرأة وهي منظمة غير هدفة للربح في منطقة لا كيمبا في سيدني وهي منطقة تحظى بجالية إسلامية كبيرة قبل أن نلتقي بالسيدة أو الحاجة عبلة قادوس كما تحب أن يناديها متابعوها دعونا أولاً نشاهد لحظة التتويج الرسمي لها بجائزة أفضل مواطنة أسترالية عن العام الجديد 2022 نتابع والسلام على جديد لكي عن ت PUMP اشتراً للح nårدي أدفة في غير هدفة طبقي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أهمية هذه الجائزة كان لك مسار طويل في الخدمة المجتمعية والعمل الاجتماعي المميز كان الثماره عدة جوائز وتكريمات متلاحقة ختاما بهذه الجائزة أهمية هذه الجائزة عن غيرها حدثنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لإستضافتي أنا عبلة تهمي قدوس وأنا بقلي في سيدني 54 سنة من مصر من برسعيد وأدت إلى سيدني مع والدي ووالدتي وأخوتي وعشنا عيشة استضافتنا البلد بلد جميلة جدا جدا وعندها فرص كبيرة جدا يعني هنا اللي يشتغل كويس ويدي حقه وما يعملش حاجة يعني ضد القوانين وكده ممكن ينجح زي أي مواطن تاني يعني الحمد لله يعني بس ده كان يعني كان فيه أول ما هاجرني إلى أستراليا ما كنتش محجبة ولكن تقريبا من 38 سنة بعد ما يعني حبيت أن أنا أتعلم الإسلام وأمارس الإسلام لأن كان أولادي في أستراليا يعني طبعا يطلعوا إيه مسلمين ولا يطلعوا يعني صحيت للموقف وقالت لازم أتعلم أنا عشان أعلمهم وبدأت أرتدي الحجاب بعد ما لبست الحجاب بدأت أحسن فيه تميز شوية مثلا في وظائف ما قدرش أحصل على وظيفة لأنني كان لسه من 38 سنة طبعا الحجاب ما كانش معروف أبدا في أستراليا فالحمد لله لما حسيت أن فيه تمايز قلت لازم أنا أحاول أساعد الأخوات اللي عايزيني يلبسوا الحجاب فتركت وظيفتي وقلت خلاص أنا حابتدي أتطوع وأعمل لمصلحة الفتيات ومحات المسلمات فالحمد لله اجتمعت مع بعض أخوات تانين وفكرنا أننا ننشئ هذه الجامعية وكان أهم نقطة عندنا أننا نمنع ولدنا الجيل القادم أنه ينتلق في المجتمع الأسترالي والعداد والتقاليد التي هي طبعا ضد الإسلام فالحمد لله بدأت التطوع والجامعية بدأت تكبر والنشاطات بدأت تختلف بس كان أهم حاجة أننا توعية المرأة المسلمة نحن عندنا في الجامعية أكثر من أربعين جنسية يعني ما بينما ينشج بين المسلمة التي تحكي العربية أو المسلمة التي جاء من أي أنحاء طبعا الأسترالية معروفة أنها تستضيف ناس من العالم كله الشرك الوحيد الحاجة الوحيدة التي كانت تجمعنا في الدروس هي الإسلام ولكن العادات والتقاليد والبلاد كان كلنا مختلفة طيب أوقتك سيدة عبل أريد أن أسألك عن العقبات التي واجهتها خلال 38 سنة منذ تأسيس الجمعية دائما الجمعيات التي تحمل صيغة دينية دائما ما تواجه بعض العقبات بعض التحديات في المجتمعات الغربية والتي هي مؤسسة على مبدأ غير ديني بالأساس هل واجهتكم مثل هذه العقبات كيف واجهت هذه العقبات تحدثين عن ما رصدته خلال هذه الفترة الزمنية بالنسبة بالنسبة الحمد لله أن أستراليا يعني مختلفة عن مثلا بلد يوروب أوروبية وكذا أن في حرية ممارسة الأديان يعني ده قانون البلد فمزان الواحد بيمشي حسب قوانين البلد وبيعمش حاجة خارج عن يعني ما يطلعش عن الحدود يعني بيفتسمحون لنا فتح المدارس وبيسمحون لنا بناء مساجد ولكن في حدود معينة اللي هي ما نخرج يعني مثلا لازم يبصوا لحاجات كتير قبل ما يدوا تصريح حتى المدارس فالحمد لله أنه كان في عقبات طبعا في كل حاجة فيها عقبات ولكن بنحس هنا فيه برضو اللي بيجتهد بيأخذ حقه وإذا كان عندنا التأسيس على قوانين البلد وبنمشي على حسب النظم المضبوطة بناخد حقنا يعني فيه ناس كتير بتيجي أستراليا وبتغير اسمها عشان تقول لا أنا اسمي محمد أولادنا اسمي محمد ومش حاخد وظيفة لا بالعكس أنا ابني اسمه محمد ومشاء الله طلعي الأول على الجامعة والدوله ناشين يعني الاسم مش حاجة المهمة إزاي الواحد يثبت على اجتهد نعم نعم فأحنا كل المسلمين هنا الحمد لله يعني زمان أما بدأنا الحجاب طبعا ما كانش معروف ولكن الحمد لله دلوقتي الحجاب منتشر وبالسابق أننا اجتهدنا من الأول أننا نحاول أننا ننع البنات يعني أنهم ينزلقوا في المجتمع عندي سؤال بخصوص يعني الآن تظهر صور قديمة لك رصدنا من المواقع مواقع الانترنت منذ أن كنت في مصر كنت حصلت على بطولات في رياضات التجديف كنت من سكان بور فؤاد لك ذكريات هناك ولك بطولات هناك هل ما زلت تحني لهذه الأوقات هناك أو لهذه البطولات تتذكريها لماذا لم تستمر بها في أستراليا أول طبعا رياضة التجديف كانت ما كنت في بور فؤاد وكان والدي هو المدرب لنا في التجديف وحصلنا على المستودة ولكن خلال التدريب على أننا أوصل للمركز لبطولة الجمهورية في التجديف أن والدي يعني أتعلمنا حاجات كثير جدا اتأسسنا على الالتزام والطاعة والتمرينات في وقت معين والدراسة في وقت معين وأكل وأكل معين فدي عطيتني تأسيس جميل جدا هو على أساس أن أنا لغاية دلوقتي ماشية في تنظيم وفي الجمعية اللي أنا أديرها أننا بلتزم يعني بفتكر إزاي كنا اتأسسنا وحتى الرياضة ما زالت في دمي يعني أنا أول مجد أستراليا كملت التأديف هنا ولكن تزوجت وأولاد وكده فبطلت ولكن الدم الرياضي ما زال فيه ودايما أفكر في النشاطات اللي بنعملها للبنات أننا يعني عندنا فريق سلف أدخل للبنات دايما نشاطات المدرسية أو العطلات المدرسية رياضية في أنشطة رياضية متنوعة دايما أدخل الرياضة فيها لأن أنا حسن طبعا زي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم يعني فأنا بحاول للبنات أنهم يوصل للمركز عندي سؤال أيضا الماضي أيضا والذكريات قبل هذا اللقاء قرأت عنك كثيرا قبل أن نجري هذا اللقاء تحدثت في لقاءات الصحفية السابقة عن أهمية اختلاطك بجنسيات متعددة أثناء وجودك في مصر بحكم المنطقة التي كنت تعيش بها هناك كيف ساعدك هذا في الاندماج السريع مع مجتمع كالمجتمع الأسترالي تأسيسي في مصر طبعا من ناحية المدرسة التي دخناها كنا متعلم في مدرسة الفرنسية واللغة طبعا ساعدتني لأن مجرد تحولت من الفرنسية للإنجليزية على طول فلما جيت أستراليا لم يكن سعب علي أن أنا أكلم إنجليزي وبعدين بالنسبة لإختلالة بورفؤاد كانت معروفة أنها كانت فيها ناس كتير جدا من أنحاء العالم بورفؤاد كانت معروفة أنها في هيئة كورنتس وكان الكابتنز بتوع البواخر التي تفوت في كورنتس كان لازم يكونوا من جنسيات كان فيه فرنسيين وإجريك وإتلا فجرانا كلهم كانوا من جنسيات مختلفة صحباتي في المدرسة زولاتي في المدرسة لنا كنا مختلفين في الجنسيات كنا صحاب ما كانش فيه ولا الدين ولا الجنسية كانت بتأثر معنا كبرنا في جو فعلا مختلف الجنسيات وده اللي واجهته لما جيت السيني طبعا السيني كلها مبنية على اختلاف الجنسيات فالحمد لله اندماج في المجتمع الأسترالي ما كانش ستلينج في أستراليا ما كانش صعب بالنسبة لنا لأن الحمد لله جينا من من منطقة كان فيها الاختلاف منتشئ الحمد لله اذهب الى نقطة اخرى تماما هذا البرنامج برنامج يرصد كل ما هو على مواقع التواصل الاجتماعي انا وصلت الى خبرك وهذه القصة وعن المقالات التي كتبت عنك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا باللغة الانجليزية الان هذه المواقع المنصات فيسبوك وتويتر وانستجرام وغيرها رصد عليها حالة جديدة من روادها يسم أنفسهم بالمؤثرين في الحقيقة هم مجرد من ينشرون بعض الفيديوهات منهم من يقوم بأعمال على أرض الواقع ولكن أبحاث كثيرة كتبت أن قد يكون لهم تأثير سلبي بحكم عدم الواقعية لأنهم ينشرون على منصات افتراضية إذا قارننا العمل المؤثر مجتمعيا كما تقوم بما تفعله الآن في أستراليا حصدت هذه الجائزة من خلاله هذا العمل الملموس الفعل إذا قارنناه بالحداثة الآن في فكرة التأثير هل هناك ما تنصحي به الجيل الجديد من المؤثرين طبعا الميديا أو السوشيال ميديا زوحة الدين يعني زي إذا بيقولوا يعني طبعا في منها الاستفادة كبيرة جدا جدا ومش ممكن نتخلى عنها دلوقتي يعني احنا في زمن ان السوشيال ميديا له تأثر جدا على حياتنا ولكن في نفس الوقت ممكن الناس تأثر علينا بأشياء سلبية فأحنا نجل نكون عندنا الكدرة ان احنا ننتقي ايه المهم اللي ممكن يساعدنا في حياتنا ولكن ما ننجرفش ونفضل نبقى أديكت للسوشيال ميديا وتأخذ معظم مؤتنم في حياتنا يعني في بيوت كدر جدا يعني بيده لأن كانت فعلا يعني في خراب بيوت يعني إذا كان الزوجة والزوجة الأب والأم عدنتوا للوقت على والولاد برضو على حاجة تانية يعني بنحاول ندرج التوعية بأن في البيوت مثلا ندي ساعة مثلا للسوشيال ميديا كل قاعد مع بعضه يعني أفهم من هذا أستاذ عابلة أنك في الجمعية بما أنكم تحلوا المشكلات للفتيات هل وجهت مشكلات فعليا جاءت إليكي هذه المشكلات أسبابها السوشيال الميديا؟ نعم يعني جسة في ذهني واقعة من السبت الماضي أم اتصل لبيت مبيا وأم عربية يعني واتصلت بي وقالت بنتي تركت البيت وكلميها وفهميها وابدي عاداتنا وتقليدنا وكل كلام ده فاتصلت بالبنت فقالت لي لا أهلي ضغطين علي كثير ومش بيسيبوني أستعمل التليفون يعني الاسلوب الأهلي طبعا لازم نتدرج مع الحياة فيكون فيها طبعا النظام ولكن ما يكونش فيها سلبية كاملة ما ننطرش ندفع الناس من التليفون أو من يروحها للميديا فالمهم وصلنا لدرجة أننا حاولنا نرجعها البيت فلما رجعت البيت حاولت رح أكلمها كمان وشوف الموضوع معها قالت عن طريق السوشال ميديا اتعرفت على الشاب وتركت البيت عشان تروح تتجوزه فده العقبات الممكن أن نوصل لها الحد السلبي من السوشال ميديا شكرا لك السيدة أو الحاجة عبل قدوس على هذا الوقت وهذه الإفادة ومبارك لك هذه الجائزة شكرا على وقتك ترجمة نانسي قنقر